كبتة الدجاج اول حاجة خالص هنجيب الطاصة ونحط فيها معلقتين من زيت الزتون واول ما يبدأ يسخن معانا كده هنحط دلوقتي كبدة الفراخ وهنبدأ نقلبها بالراحة قوي علشان طبعا ما تتقسرش وهنشوحها كده على نار متوسطة ونقلب بالراحة قوي او الافضل طبعا ان احنا نهز الطاصة بالشكل اللي قدامنا ده علشان ما تتقسرش واول ما يبدأ لون هيتغير معانا بالشكل ده هنبدأ نحط باقي الاضافات هنحط ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود او رشة بسيطة كده وكمان هنحط نصف معلقة صغيرة من الملح والملح حسب التزوق واخر حاجة معانا من البهارات انا هحط سماء انا مرضيتش اقوله في المكونات لان ده حسب التزوق يعني لو عايزينها تكون مززة شوية حط معلقة صغيرة ممسوحة من السماء لو مش عايزينها مززة ما تزودوش السماء خلاص دلوقتي هنحط بقى معلقة كبيرة من التحينة وهنحط كمان تلات فصوص التوم هنفرومهم كويس ونقلب الكبدة بقى مع المكونات كلها وبعد ما قلبناهم كده مع بعض كويس هنضيف اخر حاجة معانا وهي عصرة نصف اللمونة ده علشان تشيل الزفارة بتاعت الكبدة لو مش عايزين اللمون حاجة ترجع ليكو برضو ودلوقتي هنقلبها على النار دي ائتين تلاتة كده وخلاص هي كده جاهزة معانا ان احنا نقدمها وانا قدمتها بالشكل البسيط ده حطيت حواليها شريح من اللمون ورشة كده من البقدونس المفروم عليها من فوق وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل كبدة التجاج بالطحينة اكل اقتصادية مناسبة للكيتو دايت اتمنى يكون الفيديو عجبكو اذا عجبكو الفيديو اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي وما تنسونيش في اللايك والشير وتعلاقاتكم الجميلة وبالفهانة وعافية